مرحبا فيكم حباك ببرج التور. ان شاء الله يارب يكون شهر خير. رح نستعمل الورق بشكل سريع ان شاء الله. طاقتنا هذا الشهر بشكل عام. مش ويعا العاطفة. تحزير ومسج من الحبيب. ورح ناخد وركل. فخلينا نشوف طاقتنا طاقة برج التور هاي الشهر. شو عم بتكون? اه برج التور عم بتكون طاقة اه دفاع عن النفس. يمكن انت مظلوم في موضوع معين. وعم بشوفك هذا الشهر مركز طاقتك انك تدافع عن نفسك او تطلع من موضوع اه حدا دخلك فيه. انت ما الك علاقة في الموضوع. في شيء اه يمكن يمكن وقعت فيه بدون ما يعني بدون خلينا نقول اصد او كذا. وعم بشوفك بتدافع عن نفسك خلال هذا الشهر اه وعم بشوف فيه اصغاء من اه الاخرين. بشكل عام لبرج التور ان شاء الله يكون وراء ايجابي. سيما قلتلك اه طاقتك كانت عبارة عن دفاع النفس. اول شيء اللي نقول اه الطاقات قبل ما انسى. الطاقات عنا برج انا هادا بحس في الميزان ما بعرف ليش. اه والقوس. عنا ناري مائي اكتر شيء. هدول اكتر شيء بيّنوا. ممكن تتعامل معهم في هذا الشهر يا برج التور. اه مشكلة زي ما قلتلك. حاولت او اضطريت انه اه اتدافع عن نفسك او خلال هذا الشهر او. اه بالنسبة لبرج التور شوي متشابهين. شوي تكملة لبعض. اه نفس المشكلة اللي شفناها في الشهر الماضي عم تكمل هلأ على خير. اه عم بشوفها. فيه امل كبير انه تنتهي لصالحك. عم تنتهي فعلا لصالحك. اه. في مشكلة. مشكلة دخل فيها اكتر من شخص واكتر من جهة خلينا نقولي. ممكن تكون مشكلة قانونية. اه عم بشوف اه عم بشوفك بتدافع عن نفسك اه طول الوقت. ولكن رح تاخد حقك لانه الجستس هون كتير واضحة. من بعد غموض من بعد انتظار رح تنتظر اه فترة انه تعرف شو النتيجة اه نتيجة الموضوع اه وكأنه هذا المشكلة ممكن يكون في في العمل. اه رح اه يعني في ناس رح يخبوا عليك امور اه رح تكتشفها فيما بعد ورح يصير فيه جستس رح يصير فيه عدالة اه اكتر اه من انت ما كنت تتوقع. هذا من بداية الشهر يعني رح تحس في هذا الموضوع انه بلش يرجع لك حقك بلش يكون في امل اه في تحقيق امنية هون في في العمل اكتر شي انا بشوفها. اه في عندك اه انا شايفة ممكن يكون بيدك شغلتين. عم تشتغل عملين في نفس الوقت عم بتحاول انه تركز هذا الشهر اكتر شي على العمل اكتر ما هو عاطفة شايفة عمل اكتر ما شايفة عاطفة. اه والتور بشكل عام يعني بيهتم كتير بالعمل والمادة يعني بالنسبة له. من الناس العمليين اللي بيحبوا النجاح في العمل او انه بيحبوا الشغل كشغل يعني بحبوا العمل نفسه. اه وبيحبوا انه كل ما كان دخل يعني اكتر كل ما كان احسن فبشوفكم طول الوقت عم تشتغلوا. هذا الاشي عم شوي بيأثر على صحتكم. اه شوي عم بيولد عندكم من كتر التفكير في العمل في هاي المشكلة اللي انا قلت عنها اللي ممكن توقع فيها او اه ان شاء الله على خير ان شاء الله ما يصير في مشكلة ولا شيء. اه ولكن ما حبي اخبي هاي الورقة يعني كتير اه باين يعني حتى لو ما قلت. فزي ما قلت لك في امور رح اه تتخبى هون عنك. ولكن انت رح تكتشفها. رح تطلع من هاي الطاقة طاقة الاوهام اللي كانوا معايشينك فيها. لانه الكرت مقلوب. فرح تطلع من هاي اه الطاقة. وفي امل كتير كتير انه يرجع لك حقك. مش بس هيك. كمان من عملك اللي انت عم تشتغل وقلت لك عم بتشتغل شغلتين او عم بتحاول اه يعني تفوت على بيتك اكتر من اه دخل. عم بشوف اه فعلا في عائد اخر شهر كتير كبير وكتير اه في خلينا نقول اه امل انه يعني تحسن امورك المادية شايف الامور المادية افضل اشي في الورق يعني خلينا نحكي. في شخص رح يساعدك. شخص انت ما بتعرفه. اه رح يساعدك في حل هاي المشكلة. شخص من برج مائي ممكن يكونه او من برج اه ناري. شخص ممكن تتعرف عليه يساعدك في هذا الموضوع. اه يخلص لك الموضوع ما بعرفه. ولكن هذا الشخص. اه على اه رتبة معينة. على على منصب معين. اه عم بيكون بايدك يعني ايد بايد خلينا نقول. اه ويساعدك في موضوع من المواضيع ممكن يكون هاي المشكلة اللي انا قلتلك عنها. فان شاء الله ما يكون في لا مشكلة ولا اشي. وحتى لو صار هاي المشكلة رح تنتهي على خير عم بشوف. اه قلتلك رح تحقق كتير عائد كبير. رح يرجع حتى لو كان عندك اطفال على الاطفال على العيلة. اه على العيلة الكبيرة او العيلة الغيرة ازا كنت متزوج. اكتر شي بيّن في الورق. لكن في تحقيق امنية من بعد تعب. من بعد مشكلة. من بعد اه ظلم معين. في جاستس. في اه عدالة. وفي تحقيق امنية. نشوف العاطفة بشكل سريع. مع ان الطور مش كتير بهمه العاطفة يمكن. اه لا فيه سعادة. فيه سعادة في بداية جديدة. مع ذات الشخص. للناس اللي اللي مرتبطين او منفصلين. مع نفس الشخص اللي بيعرفوه او على العلاقة معه او منفصلين عنه. شايف فيه بداية جديدة. فيه عواطفة جديدة عم تنتعش. فيه اه فيه التقاء خلينا نقول. اه فيه اه خلي واحد تنين ثلاثة اربعة خمسة. في عندك خمس اه يمكن خمس اشارات اه خمس ايام خمس شهور. لا ما بشوفها شهور. بشوف هاد الكرت سريع شوي يعني ممكن خمس ايام. اه تسمع بشي حلو. عن الحبيب او من الحبيب مباشرة. من بعد ما انطعنت خلصت كل الطعنات خلص هدول عشرة خلصت كل شي. اه يعني ما ضل حدا الا طعنك. ما ضل حدا الا اه. ما ضل حدا الا يعني غدر فيك خلينا نقول. لا وفيه ناس عم تتفرجوا من بعيد يعني عم تتشمت خلينا نحكي فيه الفترة من الفترات الماضية. ولكن انا شايفك بعد هذا كله اه يعني بعد ما كنت صابر اه شوف برج الدور بصبر لمدة طويلة جدا وهادي جدا جدا. ولكن لما يخلصت العاصفة خلص اه تيجي عنده بعص بيطلع كل اللي بقلبه بيعمل اللي اللي كان يلازمين عمل من زمان. فشايفة انه من بعد صبر على ناس كتير عم وخاصة من الحبيب. انا شايفة انه هون بما انه فتحنا على العاطفة عم بيكون الغدر من الحبيب. اه عم بشوفك اه عم بترتسب الامور عم بتصبت الحدود. حدود الناس. كل حد بتحط له حده. حتى الشريك او الحبيب عم بتحط له حد. عم بتغير من حياتك. عم بتغير من نوع حياتك. اه شايف انه الناس اللي امنت لهم غدروا فيك. اه بشكل عام اه شايف شايفيتك عم يعني بس انا بوصيك انه شوي شوي يعني مش مش اه كتير تعصب او كتير تكون ناري هاي الفترة. اه شوي شوي الامور تاقتها. ولكن انا بشوف معاك يعني كتير انت شفت كتير اه مر عليك. خلال الاشهر الماضية كان في اه كتير طعنات كان في كتير غدر من ناس انت ما بتتوقع منهم الغدر. اه يعني الحبيب والقريب وكله ما بعرف كيف الوضع كاين عندك كتير سيء بالفترة الماضية. ولكن بترجع اه في كمان امنة في الحب ممكن تتحقق. وممكن يكون حب في العمل. اذا كان خاصة الناس اللي عم بيحبوا او الشريك تبعهم في العمل راح يكون كتير هذا الشهر اه واعد خلينا نقول. في التقاء اه في في رجوع للناس المنفصلين. حتى للناس المتزوجين او اللي على علاقة عم بشوف في تطور في العلاقة. في تحريك للامور هدا. عم بتكون الطاقة كلها نارية. في تحريك للامور في الجمود اللي كان عند برج التور اه طول الاشهر الماضية. المفاجآت اللي ما كانت سارة. وانا شاهدة يعني على كل الاشهر اللي كانت لبرج التور كان في عنده مفاجآت شوي مش سارة او. مواضيع كانت تتسير كان من ظلم فيها. فشايف لأ انه هاي هاي الفترة اه حتى عاطفيا في رجوع لقديم. وشايفيتك عم اه بتودع شي بتودع طاقة سلبية بتودع ممكن ادمان ممكن اه اه اشخاص صلبيين عم بتودعهم وتستقبل اشخاص ايجابيين. اه اشخاص ولكن شايفة في عندك حسد بالاوراق يا برج التور فبس تدير بالك من هذا الموضوع. اه في الاوراق العاطفية بيان عندك شوية حسد. في ناس عم تطلع من بعيد بتحاول انه تخرب الامور تعرق الامور ولكن اه المركب تسير يعني زي ما بقولوا والكلاب تعوي اشي زي هيك. فشايفة انو هاي طاقة الحسد بس نهتم فيها شوية نحصن حالنا ندير بالنا. تحزير لهذا الشهر لبرج التور شو عم بيكون? التحزير من من طاقة سلبية. في عندك شخص يا برج التور في عندك شخص عم بيسمن حياتك عم بيبخ طاقة سلبية عم بيحكي لك يمكن اخبار غلط يمكن عامل حاله صديقه هو بالعكس عدو فدير بالك من هاي الطاقة من هذا الانسان دير بالك من الاشخاص اللي حواليك مش كلهم زي ما بمثلوا شايفة في طاقة تمثيل عليك ممكن تكون في بيئة العمل. خلينا نشوف مسج من الحبيب. شو عم بيحاول يقولنا حتى لو ما كان موجود? اه حلو. هو زي سؤال يعني عم بيسألك انه عم تتذكرني زي ما انا بتذكرك عم بتكون على الوعد عم بتحبني متل ما انا بحبك. اه وكأنه شاكك يعني وكأنه عنده شك اه حواليك او اه غيرة يمكن عليك. بس بده يتأكد يعني بس هو سؤال المسج عبارة عن سؤال ما طلعت مسج طلع سؤال. انه هل انت لساتك بتحبني هل انت لساتك اه انا في بالك ولا خلص انسيتني وكنت يعني صرت من الماضي. او عتاب يمكن. نشوف اوراكل لبرج التور. بحاول اكون سريعة يا جماعة. عشان الفيديو ما يكون طويل. ناخد اوراكل واحدة. من ورق واحد. بيقولك انت بالزبط بالمكان اللي انت بحاجة انك تكون فيه. طلع لنا قبل شوي شوية مشاكل شوية الدفاع شوية. لكن النهاية السعيدة الحمد لله في نهاية هذا الشهر رح تكون مبسوط واخدت حقاك والامور تمام. بيقولك بس خليك عند موقفك انت صح ما تشك في حالك. طلعك في عندنا قبل شوي طاقة شكوك شوي اه اوهام شغلات. بيقولك لا انت بالمكان الصحيح وخليك زي ما انت وامشي بالطريق اللي انت ماشي فيه. اه عم بشوف هون صديق وهون عدو فانت امشي بالطريق. انا شايفيتك ماشي في الطريق. فبيقولك امشي في الطريق مهما صدفت اصدقاء اعداء. اه خليك زي ما انت وعلى نفس الفكرة وعلى نفس المبدأ. ما تغير شي. مش انت اللي لازم تتغير. الاطراف الاخرى هم اللي لازم تغيروا او الطرف الاخر هو اللي لازم يتغير. حبايبي برجش التور بشوفكم بالفيديو الجاي باي.